احب ده مع حضراتكم النهاردة مباشرة بان الاهلي بيطلب من اتحاد الكرة التحقيق في الاخطاء التحكمية الحقيقة مبارح ارسلت ادارة النادي الاهلي خطابة للاتحاد المصري لكرة القدم تطلب فيه التحقيق في الاخطاء التحكمية المثيرة للجدل والتي وقعت بحق فريق النادي الاهلي في مبارياته الاخيرة بالدوري والعمل على ارساء العدالة المنشودة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الاندية المتنفسة وده دايما من خلال البيت الكبير كنت دايما بأنادي به انا لا اطلب شيء النادي الاهلي يظل دائما هو رقم واحد وهو الافضل في البطولات وهو الاعظم في تاريخ البطولات في مصر وفي القرى الافريقية ولكن احنا مفيش على رأسنا ريشة يعني ايه يعني انا اديني العدالة ودي للفريق اللي قدامي العدالة انا عمري ما طلبت او عمرنا ما طلبنا من خلال كل برامجنا في قناة النادي الاهلي عمرنا ما طلبنا بهذه الامور اللي البعض بيحاول ان يعدها وهي الاحتواء عمرنا ما طلبنا بروح البروتوكول مثلا عمرنا ما طالبنا بهذه الاشياء ولكن دايما الفترة اللي فاتت تحديدا هناك حملة كبيرة على التحكيم وحملة ضد كلاتنبرجي شخصيا لانه في الفترة الاخيرة اصبح موضوع التحكيم امر صعب جدا وخصوصا ان فريق النادي الاهلي بيتعرض لظلم تحكيمي كبير كلنا شفنا اللي حصل في المباراة الاخيرة امام المصري ومن قبلها وحوري لحضراتكم ايه اللي حصل النهاردة بس سكمل بقيت كلام شوية بعدين ووري لحضراتكم ايه الموضوع ومن قبل مباراة المصري مباريات كثيرة جدا ده طبعا نتاج عن ايه؟ الاخطاء التحكيمية ناتجة عن ايه؟ عن ضغط كبير بيقوم بيه اعلام الفرق المنافسة اللي بتسعى بكل قوة لعودة الاحتواء من جديد ونفسنا الفترة اللي جاي نشوف تحكيم عادل لكل الفرق بالمناسبة للاهلي وللسبعتاشر نادي وهو ده دايما للاهلي بيطلبوا زي ما قلت لحضراتكم دايما احنا عندنا او احنا عايزين التحكيم المصري يقف على مسافة واحدة مع كل الفرق مش عايزين تحكيم يحكم بمعايير مختلفة في نقطة مهمة جدا عايز اقولها لحضراتكم كلنا شايفين النادي الاهلي لما بيطالب بحقه بيتعامل ازاي؟ او بيتعامل ازاي؟ بيبعد جوابات رسمية للتحاد المصري لكرة القدر ايدي ما اقدرش حد يخبيها بمناسبة اول اما توصل او اول اما تصل صيرة على الجوابات بييجي في دماغ نحنا كاهلوية ان الجوابات دي ممكن تستخبه فطبعا لما النادي الاهلي يبعد جواب ما ينفعش يستخبه لانه موجود في النادي الاهلي فمش هينفع نخبيه مهم فالنادي الاهلي لما بيطالب بحقه في مثل هذه الامور ماذا يفعل؟ زي الاندية العالمية وزي الاندية المحترمة وزي الاندية نكبيه بيبعد لتحاد كرة القدم بيقولهم لو سمحتوا احنا عايزين ارساء للعدالة المنشودة لكرة القدم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعايزين نعمل حاجات يعني اهم حاجة ان المباراة تخرج بعدالة لاي فريقين بالمناسبة والنادي الاهلي ككبير البلد كبير القارة الافريقية وكبير مصر دايما بيبعد ولما النادي الاهلي بيبعد كل الاندية الاخرى بتبقى يعني لازم تبقى في ظهره لانه انا زي ما قلت لحضراتكم مليون مرة قبل كده الموضوع لا يحتاج الى شيء النادي الاهلي اكتر فريق بيظلم خلال هذه الفترة واللي اتفرج على الحلقة السابقة من او مباراة دلوقتي من شوية من نص ساعة مهانت سعدل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي في ملك وكتابة شرحوا حاجات فيما يخص كابتن وليد عبد الرازق اذا كنا نريد عدالة حكمية حقيقية فمن فضل حضراتكم كاتحاد كرة قدم خدوا الفقرة بتاعة الكلام عن وليد عبد الرازق كابتن وليد عبد الرازق الحكم اللي حكم مباراة الاهلي والمصري خدوها وحققوا في الكلام اللي تقال حققوا في اللي بيحصل حققوا في في اي حاجة بتحصل واي حاجة بنقولها وعلى فكرة جمهور الاهلي يعي اللي بيحصل يعني ايه يعني لو حضرتك طلعت وقلت ان الجمهور الاهلي حاجة مقنعة وحقيقية كاتحاد كورة حيقتنعوا بيها لان انا اللي يهمني ايه يهمني أن أنا أكسب مبارياتي في ظل وجود عدالة تحكمية أو لما توجد العدالة التحكمية أو تتوجد العدالة التحكمية بنسبة 90 أو نسبة أكبر من 90% النادي الأهلي بيكسب لأنه فنيا النادي الأهلي أفضل من 17 فريق ودي أنا أتكلم من الناحية الفنية